يستعد للسفر إلى جنوب إفريقيا لأسبوع المقبل بعد مباراة البنك الأهلي يوم الحد هتبقى فيه خلية نحل وخلية عمل قبل السفر إلى جوهانسبرج عندنا مباراة مع أورلاندو بيرتس يوم السبت بعد القادم الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة في جوهانسبرج طب الآل هيسفر إمتى؟ الآل هيسفر الأربع الجاي الأربع الجاي يوم 4 ديسمبر وزي ما علننا لحضراتكم قبل كده الكابتن سامير أمصان هيسبق البيعسة هو الكابتن سامير عدلي عشان ترتيبات الإقامة والاتفاع على ملعب التدريب والآل ليه اختيار لمعين كده في ملعب التدريب عشان يستعد لهذا اللقاء الصعب جدا هو اللقاء على زعامة المجموعة أورلاندو راجع من الجزائر ومعها ثلاث نقاط والأهلي مسافر من القاهرة ومعها ثلاث نقاط فكل فريق هيلتقي مع الآخر يوم 7 ديسمبر بصفرة موريتانية لعبدالعزيز بو عشان يقتنس الصدارة وتبقى صدارة مهمة جدا قبل ما ترجع لأنه عندك مباراة مع شباب برسداد يوم 22 ديسمبر بإذن الله في استاد القاهرة عاقب العودة من قطر فنتمنى التوفيق رب للنادي الآله في هذه الرحلة الهمة جدا كريم فؤاد ومحمد هاني النهاردة بإذن الله هيسفروا إلى النمسا أو يعتبروا سفروا خلاص النهاردة صباحا إلى النمسا من أجل العرض على الخبير النمساوي المعرفة تطورات حالة ألة الثنائي كريم بيعاني من قطع في الروباط الصليبي محمد هاني كان جزع في الروباط الصليبي الخلفي لكن هاني في الرحلة دي هيتطمن على مدى جهزيته للنزول للتدريبات يرجع من النمسا على طول ينزل للتدريبات عشان يكون جاهز إن شاء الله مع الآله في المباراة اللي جاية كريم فؤاد لسه شوية وقت طبعا عملية الروباط الصليبي بتاخد شوية وقته وأشهر على ما يقدر يرجع لكن هاني إن شاء الله خلص البرنامج التأهيلي ونقدر من خلال هذه الزيارة نطمئن على جهزيته ويرجع إن شاء الله يكون جاهز لخوض التدريبات ويكون جاهز مع الفري في الفترة اللي جاية